تجأ البنت والعكس ففي بعض الأشعات اللي طلعت بقى فترة طويلة يعني الثلاثة الأبعاد واللي بيطلع البيبي كامل بقى وبنته ولا ولد وشعره وعينه وتبضل الأم قاعدة مش عايشة تطلع من قط الأشعة عايزة تبضل قاعدة تتفرج عليه فخلينا نتكلم عن الأشعة ثلاثة الأبعاد ويه بتستخدم في ايه طبعا للكشف عن نوع الجنين بس ولا ليها استخدامات تانية تمام يعني نحن الحمل الوسيلة المفيدة بالنسبة لتصوير الحمل هي الإيكو الألترا ساوند والألترا ساوند أنواع في منه ألترا ساوند عادي في منه ألترا ساوند سلاسي الأبعاد وبعدين طوروا مؤخرا ألترا ساوند رباعي الأبعاد الفرق بين مثلا 3D وال4D هو أنه 4D هو نفسه 3D إنما بصور بالزمن الحقيقي يعني الزمن الرابع البعد الرابع هو بعد الزمن فتطلع الصورة لايف نحن نشوف الجنين لايف كأنها بتحرك بالزبط في نفس اللحظة هو بيعمل ايه منشوف تفاصيل الوجه مثلا منشوف إذا في عنده مثلا شفة مشغوقة مثلا منشوف مثلا جنس الجنين من حد ذو منشوف أصابع الجنين منشوف الحبل السري مثلا ملفوف حول العنوق ملفوف حول العنوق فبيّن تفاصيل الجسم من الخارج تفاصيل الجنين من الخارج بينا بشكل واحد يعني كأنه نحن نتفرج على لعبين عم نشوفه بشكل مجسم الجنين منشوف مسان عيونه منشوفه فتح تمه سكر تمه ده اللي بيفرقه ده اللي بيفرقه عن السنار العادي اللي هي الأم بتروح تعمله عند الطبيب العادي مجرد أنه هو بيتأكد من نبضات القلب بيقسم محيط الرأس والحاجات دي كلها ولكن السلاسي الأبعاد بيوضح كل حاجة تمام هو نفسه السلاسي الأبعاد أو رباعي الأبعاد فيه سناء البعد يعني تو دايمينشن فالطبيب بدي مثلا بشوف الجنين بالتو دايمينشن بالبعدين بيشوف مقطع سكشن الاميج بيشوف مثلا مقطع للرأس بيشوف مقطع للصدر بيشوف نبضات القلب كذا وبعدين بيحول للفور دي بيشوف الجنين بشكله من الخارج شكله مجسم يعني بيشوفه فهو نفسه جهاز نفسه جهاز فيه عدة خيارات أنا بشوفه على 2 دي بشوفه على 3 دي بشوفه على 4 دي يعني هو معترة تخواص في الجهاز واحد نفس الجهاز نفس الجهاز دي صحيحة ولا لا؟ تمام تمام هلا تشخيص جنس الجنين يعني هلا عندي فيه فيه ولد هلا عمره مثلا شيء 25 سنة فأول ما شخصته أنا مثلا هو زكار كان عمره مثلا الحمل كان بالستة شهور سبع شهور فلما قلت انه الجنين زكار صاروا جيران كلهم يحلموا انه زوجتك رح تجيب ولد عارفوا خلاص الدوار بس قبل ما قلت له ما كانوا يحلموا اه فباخدوك كله من حضرتك في مريضة تانية مثلا صورتها مثلا قلت له مثلا عندك صبي صارت المسكينة كل اسبوع تجي تصور عندي كل اسبوع اه تقول لي شوها صبي ترجع كانت ما هي مشكلة فهي من فرحة صارت كل اسبوع تجي تصور هما الدكاترة عارفين نقطة الستات في دي بغي حد الراحة جاية بقى تكشف متأكد لي ولد ولا بنت المسكينة كان عندها ست منات فالخبر كان عندك كتير صار انه مساء صبي ما شاء الله يعني من فرحة تصورت كل اسبوع تجي تصور وتدفع معيني تأكيد تسألني شوها غلا صبي ازياد التأكيد بالضبط طب هي نقطة فعلا ولد ولا بنت دي بتبقى حكمانة بشكل كبير نظرا للعاطفة ونظرا لحاجات كثير جدا ولكن انا عايز اتكلم بقى في نقطة تحديد نوع الجنين فعلا بيتم فرحة قلت ممكن من اول شهرين وده اللي بيخليه يختلف عن اجازة الصنار العادية لان في بعض دكاترة النساء مش دكاترة الاشعب يعملوا صنار ويقول مثلا بنت وتيجي يفضل بنت بنت لحد شهر التاسع ويقول لها اه معلش ايه مدام ده طرع ولد فالازمة هنا بتبقى ازاي ولا ايه بيبقى الجديد مش واضح ولا ايه اللي يخلي طول شهور بنته وفجأة في التاسع بقى ولد لا هو الموضوع مو هيك الموضوع هي بتعتمد يعني هو الايكو هو نحن بنسميه بالنسبة للطب للعلم هو يعني باعتمد على الفاحص يعني الماكينة اللي عارف شغله اللي عارف فسر صورة هو اللي قرر فمثلا مثل هيك شغلت عطول للمسام اوه البنت وطلعي الصبي فهو اعتمد على الشكل احيانا مثلا الشكل بيكون متشابه احيانا في زيادة هرمونات متشابه بس كمان في علامات تانية لازم الطبيب ينتبه له ويشخص انه هذا زكر او انسة يعني في علامات بتميز بين الزكر او انسة بين تشخيز جنين ممكن بالتودي واحد دي شخصه ولكن الفوردي يعني يعني يعطينا صورة مجسمة كاملة واضح هوان يعطينا مقطع التودي يعطينا مقطع بينما السريدي يعطينا شكل مجسم فممكن بالنسبة لتشخيص جنس الجنين ممكن يعني بالشهر التالت ممكن يتشخص بالسنار العادي ولا بالسلاسي الابعاد السنار العادي وبالسلاسي الابعاد هي بس احنا كنا بنسمع كلمة كده من دكاترة لما تيجي تكشف الست تقوله عرفني نوع الجنين يقول لها معاليش حسنوه وضعه الان ماقدرش يخليني احدد نوعه ايه انه هو قاعد في اعدة معينة او قاعدة في قاعدة معينة لو بيبقى مقوس على بعضه كده فمش باين اصلا ده ان كان ولد ولا بنت فهل فعلا وضع الجنين داخل بطنه امه وشكله من ضمن العوامل اللي بتخلي الطبيب يعرف ان كان ده ولد ولا بنت ممكن ممكن كمية السائل المحيطة بالجنين تلعب دور اه ازا كانت كمية السائل كبيرة حول الجنين يكون التشخيص اسهل وضعية الجنين كمان ممكن تأثر الى حدنا انما الطبيب بناور اعدة منورات لابن ما يصل للمقطع المطلوب تمام طيب انا عايز اعرف